لم تكن السلطات التقليدية بمن أنعم ما يجري من أحداث بمنجم زهب بكوريبو جودي وعلى هذا الأساس التقى بهم رئيس الجمهورية الفريق محمد دريس ديبيت نو لإختارهم بما اتخذته الحكومة من قرارات بشأن إعادة الأمن وتنظيم عملية التنقيب وقال الفريق محمد دريس ديبيت نو إنما يجري في منطقة تيبستي من قتل الأبرياء وتعزيب العزل وأخذ ممتلكاتهم لا يبرره أي منطق ولا تقبل به الدولة والدين ولا حتى الإنسانية وعلى السلطات التقليدية تحمل مسؤولياتها حتى لا يتكرر هذا السيناريو قرارات أشادت بها السلطات المحلية والتقليدية بولاية تيبستي كما أكدت السلطات التقليدية دعمها للمجلس العسكري الانتقالي لإعادة الهدوء بهذه المنطقة إن لقاء رئيس المجلس العسكري رئيس الجمهورية الفريق محمد دريس ديبيت نو بالسلطات التقليدية يؤكد عزمه لإنهاء أزمة كوريب بوغودي واستغلال ما بها من خيرات لصالح تنمية البلاد وتحسين ظروف السكان